بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نريد أن نوضح الفرق ما بين الراقي الشرعي والمعالج الشرعي والمعالج الروحاني إذن نبدأ وبالله التوفيق أولا أن أصل هذه الراقية كان قبل جاهلية كانوا يرقون الناس لكن عندما أتينا بالرقعة السلام أراد أن يتأكد لمن يريد أن يعمل هذه الراقية هل فيها الشرك أم لا القول المشهور للنفس Learning لا بأس بالرقعة ما لم تكون شركة أو كما قالنا بالرقعة لا بأس بالرقعة ما لم يكون فيها شرك أو كما قلنا بالرقعة سلام إذن وهناك رقية الحية فأعتنا بالرقعة سلام رقية الحية ورقية النملة هذه رقية تعني أن ترقي نفسك أو ترقي غيرك ترقي نفسك بالدعاء وبآيات من كتاب الله أو بأوردة أو أدعية مأثورة واردة عن نفسه هذا هو الراقي الشرعي الذي يرقي بالقرآن والسنة بالقرآن والأدعية المأثورة طيب الراقي الشرعي قد يرقي نفسه أو قد يرقي غيره إذن المعالج الشرعي المعالج الشرعي هو المعالج الذي يفوق الراقي الشرعي علما وعملا بمعنى أن هذا المعالج الشرعي قد يكون تخصصه العلاج الشرعي بمعنى يرقي الناس بالقرآن كذلك وبالأدعية لكنه يفوق هذا الراقي العادي الراقي الشرعي علما يزيد في العلم وفي الاجتهادات وعملا يطبق ما يتعلمه يطبق ما يجده ما يبحث فيه طيب غالب الناس لا يميزون ما بين الراقي والروحاني لا يميزون ما بين الراقي الشرعي والراقي العادي لا يميزون ما بين هذا وذك ويقعون في حيرة من أمرهم لذلك سنوضح بتفصيل بإذن الله في هذا الشريط كيف تميز ما بين هذا وذك لكن الراقي شرعي أو معالج شرعي لا بأس لكن المعالج شرعي يكون أكثر علم وأكثر جديهاد وأكثر بحث ودائما تجده هادئا ويتكلم بآية القرآنية ويحاول أن لا يخطي في آية القرآنية بمعنى يحاول أن يضبط الآية القرآنية والأدية المأثرة على النفس السلام حتى لا يجعل في نفس المريض شكا أو ريبة هناك من يسمع أن المعالج مثلا يخطئ ويخطئ ويخطئ فينتبه نوع من الريبة ونوع من الشك إذن الأمر واضح بنسبة الراقي والمعالج الشرعي طيب المعالج الروحاني المعالج الروحاني سنصنفهما إلى نوعان هناك معالج روحاني رباني نوراني هذا هذا له علاقة قوية بالله عز وجل يذكر الله كثيرا تجده دائما صائما قائما علاقته بالله عز وجل طيبة هادئ يتكلم برزانة وبرروية وبمنطق يعلم الناس الخير يجري في الخير يبسعد دائما عن الشبهات لكن الله سبحانسا أعطاه جند فلماذا نحسده أعطاه الله جند نعم جند لكثرة ذكرية ولكثرة قرب من الله عز وجل وهو يسأل الله سبحانسا أن يجعله سببا للخير سببا لعلاج هؤلاء الناس المرضى الذين وقعوا ضحايا لشياطين الإنس والجن فهذا لا بأس به هذا فيه خير وأنا أقوله أنا أقوله عنثال الراقي الروحاني الراقي طارق غلمة يعني زرته وجلسته معه إنسان طيب ما شاء الله ويرقي الناس وهو صائم يعمل خير في وجهه نور أشياء سبحان الله ما رأيته في رقي آخر ونقوله من باب الأمانة ليس من باب النفاق من باب الأمانة طيب الراقي ننتقل للراقي الروحاني الذي يستعين بالشياطين لا أقول شيطان لكن الذي يستعين بالشياطين الذي يدعي دائما أنه يعتمد على الطريقة الجلجلوتية أو الطريقة البرهتية أو غيرها ما الطرق وتجده دائما يستعين بطلاصم وأوفاق وخواتيم يدعي أنها سليمانيا وهي لساس كذلك ويتوكل على الجان وتراه يحدث تمتمات بمعنى يتكلم فقط بشفتيه ولا تعلم ما يقول يستعين بشياطين بمولوك الجان ويدعي أن هذه الأسماء أسماء مولوك الجان طيب أما الناس الذين يقول أن هذا لكل آية خدام فالله أعلم فالله أعلم هذا الموضوع لم نأخذ فيه لأنه نسمعنا من أناس ربانين أنه فعلا لكل آية ولكل اسم من أسماء الله الحسن خدام مؤمنين يعينون صاحب المعالج الذي في قلبه خير ويريد أن يجري فيه الخير فالله أعلم هذا المجال لا نريد أن نأخذ فيه طيب ما يهمون الآن هو وقت أن نعلم الناس أن الراقي الشرعي والراقي والمعالج الراقي لا خوف عليهم يذهبوا عندهم بقلب سليم أما الراقي الروحاني أو المعالج الروحاني فهو معروف أول شيء يسألك عن اسمك واسم أمك وصورتك يسألك أن تفعل أشياء لا يميز ما بين المرأة بمحرم أو المرأة بغير محرم جلهم جلهم تقريبا جلهم جلهم تجدوه دائما عندما يضع شرائط أو فيديوهات على اليوتيوب مثلا لا ترى وجهه لا ترى وجهه فقط صوته ويترى هو يسب أصحاب اللحة ويسب أصحاب الدين ويسب الرقاة الشرعيين ويقذف هذا وذاك ويدني أنا له علم ومنافع أنا لي قصة مراقي مع معالج روحاني كنت أعتقد أنه فعلا يتبع القرآن والسنة لكن تبين لي فعلا أنه سحار أنه ساحر ويتمد على الشياطين والحمد لله الحمد لله سبحانه وتبين لنا حقيقته والحمد لله وقطعنا على أكثر به لكن الحمد لله والله التغفير تجدو دائما يتكلم كلام سيء يسب الآخرين يشم الآخرين لو يتكلم في سياس يتكلم في كذا وكذا وكذا ولا يركز على شيء وهو علاج الناس وغالبا ما يطلب ثمن كثير جدا أنا قال لي ذلك ذلك الروحاني أنه حصة واحدة تصل إلى 500 إلى 600 أورو أنك من الحصة تصل إلى أكثر من ذلك 900 أورو مثلا هذا ما قال لي باللسانية طيب غالبا ما تجدو يكتب طلاصم يقول لك هذه الطلاصم تنفع ضعها في الماء وتجد أسماء ليقول هذه أسماء ملوك الجان شخشبيل وشخشبيل وأسماء سبحان الله غريبة حتى نفسك لا ترتاح إليها إذن هذا بتاتا لا أنصحكم أن تذهبوا عندها ولا أنصحكم أن تسألوا عن شيء لأنه من وقع في هذا فقد برئ منه الدين طيب الذي يسألك عن إسمك وإسمك لماذا تريد إسم أمي أصلا تريد أن تعرج أمي طيب هذه الأشياء لا بد أن نرى لها أن نرقي لها بال لأنها قد تخرج لنا الملة نعوذ بالله اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم وهناك نقطة أخرى يقول لك هذا الروحاني عندما تقوم بهذه الذي يقوم بهذه الأشياء يقومون بالشكل أنواع من الطقوس لعلاج الناس ثم يقول لك في الآخر إصرف إصرف الجان بصورة الزلزلة مدام هؤلاء الجان مؤمنون فلماذا تصرفهم أصلا سينصرفون لوحدهم لكن مدام تؤكد على صرفهم فأعلم أنه فعلا يستعينون بالشياطين فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على الطريق مستقيم وأن يحفظنا وإياكم من شرور الشياطين الإنس والجن وأن يحفظنا وإياكم من هؤلاء الروحانيين الذين يستعينون بالشياطين هذا أخوكم أبو فردوس وصلى الله ومبارك روح محمد والأله والسحب واخر دعوان الحكومة اشتركوا في القناة